مع ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية العالم كله بيعيش طبعا في موجة حرة جدا غير مسبوقة بسبب التغير المناخي وبالتالي أول تبعات ارتفاع درجات الحرارة هو الاستهلاك المتزايد للكهرباء سواء بقى من المواطنين أو نتيجة ضغط الحرارة على الأجهزة الكهربائية وده اللي بيسمى بالأحمال المرتفعة أزمة ارتفاع الحرارة طبعا نتيجة عن التغيرات المناخية زي ما قلت لحضراتكم وجاية بالتوازي بقى مع أزمة طاقة كمان بيعيشها العالم كله كان الأزمة كانت موجودة من قبل الأزمة الروسية الأوكرانية طبعا جات الأزمة الروسية الأوكرانية زودت الموضوع أكتر لكن السؤال هل ستستمر هذه الأزمة الإجابة على هذا السؤال في هذا التقرير مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة تعاني الكثير من دول العالم من انقطاع مبرمج للطيار الكهربائي وذلك تخفيفا للأحمال في ظل موجات الحر وزيادة الضغط على شبكات الكهرباء التغيرات المناخية وموجة التقس الحار وزيادة الاستهلاك عصفت بأمال الأوروبيين في قضاء إجازة صيف هذا العام كالمعتاد حيث أجبرت تلك الأسباب أكبر اقتصادات أوروبا على قطع التيار الكهربائي لساعات طويلة أزمة نقص الغاز في أوروبا فضلا عن مشكلة الصيانة في العديد من محطات الطاقة النووية الفرنسية زادت من مخاطر عدم قدرة بريطانيا على تأمين الغاز الذي تحتاج إليه أو واردات الكهرباء التي تتلقاها عادة من دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا السلطات البريطانية بدأت في تطبيق القطع المبرمج للطيار الكهربائي لمواجهة نقص إمدادات الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيما باتت أحياء باريس عاصمة النور في ظلام دامس لساعات على مدار اليوم في ظل تفاقم أزمة الطاقة التي تضرب أوروبا نتيجة تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية ارتفاع درجات الحرارة في الصين تسبب في استخدام الطاقة الكهربائية بشكل أكبر نتيجة استخدام المكيفات وانقطاع الكهرباء مما أدى إلى زيادة الضغط على شبكة الكهرباء وتعطل التيار الكهربائي في بعض المناطق في البلاد فيما تضطر بكين إلى استخدام محطات الفحم بصورة أكبر لتلبية الاحتياجات المتزايدة جزيرة سقلية في إيطاليا تعاني انقطاعا متكررا للكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا وقالت وكالة الحماية المدنية في سقلية إن درجة الحرارة في بعض مناطق شرق الجزيرة ارتفعت إلى 47 درجة مئوية كما عانت بعض المناطق القريبة من مدينة كتانيا في الشرق من انقطاع الكهرباء الذي عزاه المسؤولون إلى موجة الحر غير المسبوقة وفي الولايات المتحدة نصحت السلطات المواطنين في عدة ولايات بتوخي الحذر والحيطة في وقت يعصف فيه الارتفاع القياسي في درجات الحرارة بشبكة الطاقة في بعض أجزاء البلاد كما حثت السلطات في ولاية كاليفورنيا ولوس أنجلوس وغيرها من الولايات بالحد من استخدام مكيفات الهواء وضبطها على درجة حرارة تتروح بين 25 و 26 درجة مئوية بغرض تجنب الانقطاع المحتمل للكهرباء